سلام الله عليكم سؤالي للأشاعر يا من تقولون أن آيات الصفات ظاهرها التشبيه والكفر والتجسيم لله أنا أسألكم هل النبي عليه الصلاة والسلام عليم أو فاهم أن معنى أن ظواهر صفات الله تشبيه وكفر وتجسيم لله لأن شيخكم البقلاني على مضم يعني في جهورة التوحيد يقول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها يا من تقولون أن آيات الصفات نصوص آيات الصفات ظاهرها التشبيه والتجسيم وهذا كفر هل النبي تفطن إلى هذا الأمر وعلم هذا الأمر أم لا لأنكم أنتم تقولون أن هذا يعني ظاهر ظاهر النصوص هو يعني التشبيه وكفر من أين أتيتم بهذا هل وجدتم في القرآن أم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن ظاهر النصوص تشبيه وكفر فهل النبي علم هذا الأمر أم جهله وإذا كان علمه لماذا لم ينبهنا ويحذرنا من هذا الأمر أي تركنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر نتخبط بدون بيان وبدون دليل علما أن علما أن يعني هذا الأمر يترتب عليه إيمان وكفر ما لكم كيف تحكمون سبحان الله أيعجز النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيننا هذا الأمر والله يقول له في سورة النحل الأرقم 44 وأنزلنا إليك الذكرى لتبين لناس ما نزل إليهم فكيف يعني ينسى والعذب الله أو يتغافل أو يتجهل هذا الأمر الجلل الذي يترتب عليه الإيمان والكفر لأن من أثبت صفة الله على ظاهرها عندكم أنتم كافر لأنه مشبه لأنه مشبه فكيف للنبي عليه الصلاة والسلام الذي بيّننا حتى كيفية الخراء وكيفية الاستنجاء وكيفية الدخول يعني لبيتة الخلاء أعزكم الله يعني وكيفية الخروج من بيت الخلاء وعلمنا حتى كيفية الأكل ولا يعلمنا ولا يعلمنا بأن ظاهر نصوص صفات تشبيه وكفر هاتوا لنا آية من كتاب الله أو حديث حتى مكذوب نقبله منكم حتى ضعيف مكذوب جايبنا ملحيط يعني أن ظاهر آية الصفات كفر وتشبيه هل أنتم علمتم هذا الأمر وتفطنتم له والنبي لم يتفطن له لأنكم أنتم تحذرون من الأخذ أنتم تحذرون من الأخذ بظاهر النصوص لأنها ظاهرها كفر وتشبيه فهل أنتم أحرص على دين الله من النبي هل أنتم أعلم بدين الله من النبي عليه الصلاة والسلام النبي لم يحذرنا من أن ظاهر نصوص يعني كفر وتشبيه تجسم لله أجيب يا أشاعر والله يعني يعني شبهاتكم تحير لها العقول سبحان الله والله يعني أمركم عجيب كيف تقولون أن آيات الصفات ظاهرها تشبيه وكفر وتجسم لله والنبي لم يحذرنا من هذا الأمر والله لا أدري يعني أخلت جام جامكم من الألباب أم ماذا يا يا أشاعر والله أمركم عجيب سبحان الله كيف تقولون أن ظاهر نصوص آيات الصفات كفر وتشبيه والنبي لم يحذرنا من هذا الأمر عليه الصلاة والسلام ولم ينبهنا من هذا الأمر ولم يعلمنا هذا الأمر فلا أدري والله يعني والله العجب كل العجب من هذه العقيدة الأشعرية والله لا أدري كيف يعني سبحان الله أجيبوا على هذا السؤال أجيبوا على هذا السؤال بالذات وعندي أسئلة أخرى ساحقة ماحقة وعندي إن شاء الله فيديو سوف نزله فيه ردود على كل شبهاتكم متهالكة كل شبهة متهالكة سوف يعني سوف نزل فيديو إن شاء الله فيه كل شبهات وأفتتها فت البعرة بإذن الله